حسمت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري أقل من نصف مقاعده بقليل لترسم ملامح البرلمان المصري المقبل الذي تنتظره مرحلة انتخابية ثانية وشهدت النتائج تقدما لحزبين جديدين على الحياة السياسية المصرية حزب المصريين الأحرار الذي تأسس بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وحصل على قرابة واحد واربعين مقعدا وحزب مستقبل الوطن الذي تأسس قبل أقل من عام فقط وحصد قرابة ثلاثين مقعدا فيما ترجع حزباء الوفد الذي حصل على خمسة عشر مقعدا والنور السلفي وحصل على عشرة مقاعد ووفق هذه المؤشرات فإن الأحزاب الخمسة التي استحوذت على المقاعد في المرحلة الأولى تؤيد سياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وخارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي نستطيع القول أن البرلمان المقبل سيتراوح أعضاؤه بين مؤيد وشديد التأييد للسلطة الحاكمة في مصر حاليا بمعنى أن المعارضة مستبعدة إلى حد بعيد تكاد تكون خرجت من المعادلة البرلمانية تحديدا في هذا البرلمان المقبل ورغم ميل المؤشر السياسي للبرلمان الجديد باتجاه التأييد إلى أن شكل التحالفات السياسية تحت قبته تبدو غامضة ومحكومة بأكبر الكتل السياسية الفائزة حتى الآن وهي قائمة في حب مصر التي تضم متجمعا من أحزاب ومستقلين أعلنوا تأييدهم الرئيس السيسي لكنهم تحفظوا على مسألة حل التكتل السياسي من عدمه لن تكون هناك معارضة بالمعنى المفهوم في البرلمانات الكبرى لكن قد نرى خلاف حول أداء وزير حول أداء رئيس وزارة كل التقديرات تقول أنه لا صدام بين غالبية البرلمان المقبل إذا صار بنفس الوتيرة التي تم انتخبها البوزء الأول منه أو المرحلة الأولى وبين الرئيس عفلتح السيسي وأمام هذه المعطيات تتباين الرؤى حول وضع الحكومة الحالية التي شكلت مؤخرا ومدى ما ستحظى به من تأييد برلماني يسمح لها باستمرار العمل والحصول على ثقة البرلمان أو تشكيل أخرى من قبل أكبر كتل المجلس وهو الأمر الذي لن يحسم إلا بنهاية المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستحسم كافة المقاعد يملك أعضاء هذا البرلمان الجديد أو مجلس النواب المصري كما يسمى في الدستور الجديد حق سحب الثقة من الرئيس المصري حال الاختلاف في التوجهات السياسية وأمام اتفاق المزاج العام السياسي لأعضائه مع الرئيس الحالي يدور التساؤل حول مدى ما ستحظى به الحكومة الحالية من تأييد فيما تقدمه من برامج وتشريعات محمد معوض الحرة القاهرة